السلام عليكم ان شاء الله في الفيديو نشوف الدرس الحادي عشر قياسه الحجمي والسعتي ميزيغ دو فوليم اي دو كابا سيتي صفحة تمانية وخمسون تمرين رقم واحد المجسمات أسفله مكونة من تجمعات لمكعبات لها الحجم نفسه إذن فالمجسمات أسفل هو A و B و C ألف أقارن بين عددين المكعبات في المجسمين A و B من من بين المجسمات A و B و C له أكبر عددين من المكعبات ثم من له أكبر حجم إذن حسابه مكعبات بكل مجسم بالنسبة المجسم A إذن أما قد نحسبه واحد اتنان ثلاثة بهذا الصف و بهذا الصف هدنا اتنين إذن ثلاثة مضربة في اتنان ساوي ستة ثم مضربة في اتنان أولا نحسبه واحد اتنان ثلاثة أربعة وعدد صفوف بهذا الطريقة واحد اتنان ثلاثة إذن ف определنا اربعة مضربة في ثلاثة إذن فبالتالي فعدد المكعبات بالمجسم. اه هم اتنى عشرة. مكعبنا ونكتب اتنى عشر. بنسبة لبي. النفس الشيء اما نحسب هاد المكعبات اللي عندي في هاد الواجهة. ثم نحسب عدد الصفوف اولا نحسب هاد الصف اللي هو في العرض. الصف اللي في الطولش حال عدنا المكعبات. ثم نضرب هاد صفات صف اللي عدنا واحد اتنين ثلاثة اربعة. واحد اتنين ثلاثة. اذا اتنين ثلاثة مضربة في اربعة تساوي اتنى عشر. اتنى عشر مضربة في اتنين لعننا الصف الاول في اتنى عشر والصف التاني كدلك في اتنى عشر. اذا اتنى عشر مضربة في اتنين تساوي اربعة وعشرون. اذا فعدد المجسمات بها هي اربعة وعشرون. بالنسبة للسي. اذا فعدنا في اه القاعدة او الطبقة الاولى عندنا واحد اتنين بالنسبة للعرض واحد اتنان تلاتة بالنسبة للطول. اتنان مضربة في تلاتة تساوي ستة. ثم ادنا اتنان في اتنان هي اربعة. ستة زائد اتنان. عفوا ستة زائد اربعة تساوي عشرة. زائد اتنان اتنا عشر. اذا كذلك عدد مكعبات بالمجسم سي اتنا عشر. بالنسبة للمقارنة لمقارنة مكعبات المجسمين او ب. ادن فا هناك اتنا عشر مكعب. بالنسبة لب. 24 مكعبا. ادن فا عدد مكعبات ب اكبر من ا. ونكتب عدد مكعبات المجسم ب اكبر من عدد مكعبات المجسم. ثم بالنسبة لسؤال من من بين المجسمات او بوسيلة هو اكبر عدد من المكعبات. دن فالمجسم ب هو اللي عنده اكبر عدد من المكعبات. ونكتب ب هو المجسم الذي له اكبر عدد من المكعبات. ثم من له اكبر حجم? دائما المجسم ب هو الذي له اكبر حجم. ونكتب ب هو الذي له اكبر حجم. ثم نمر لسؤال ب. ما الذي حجمه يساوي اه افوان حجم المجسم السي. دام في المجسم ا هو الذي له اه نفس حجم المجسم السي. ونكتب المجسم الذي حجمه يساوي حجم السي هو افوان ا. اه. لا يسبب. لان عدد مكعبات بالسي و اه هو اتناشرة مكعب. ثم جي من بين المجسمات اسفله. اكتبوا اسم المجسم الذي له حجم المجسم ب نفسه. دان لدينا هاد المجسمة وهي ب و ا و اف. دان نحسب عدد المكعبات بكل مجسم. ثم نقارن هاد مكعبات ب ب. ونوجده المجسم اللي عنده نفس عدد حجم المجسم ب. دان بنسبة لدي. دان فعدنا في هاد الواجهة انا اربعة مكعبات اذا بدنا واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة. اذا اربعة مضربة في ستة تساوي اربعة وعشرون. دان نكتب النسبة لدي اربعة وعشرون. بنسبة ال ا ا انا اربعة في اتنان تساوي تمانية. اذا فمعدد مكعبات هو تمانية. ثم بنسبة الاف. دان فبنسبة الاف. آآ ممكن نحسبه اولا. هذا الصف وهذا الصف. ننفع لنا بالنسبة لهذا الصف الاول لدينا واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. اذن تمانية مضربة في اتنان. تساوي ستة عشر. ثم لدينا واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة. نضيفوا لها ستة. ثم نضيفوا واحد اتنان تلاتة مرتين كذلك ستة. ونجد عدد مكعبات هو اتنى ستة عشر زائد ستة زائد ستة. نساوي تمانية وعشرون. دهن فعدد مكعبات المجسم اف هو تمانية وعشرون مكعبا. ونكتب المجسم دي له حجم المجسم بي نفسه. ثم نمر الى التمرين اتنان. السنتيمتر المكعب الواحد. واحد سنتيمتر مكعب هو حجم مكعب طول حرفه واحد سنتيمتر. دهن فواحد سنتيمتر مكعب. واحد سنتيمتر مكعب. هو حجم واحد المكعب لي عنده طول الحرف دياله هو واحد سنتيمتر. دهن فعدنا واحد سنتيمتر واحد سنتيمتر واحد سنتيمتر. دهن هو واحد مضرب في واحد مضرب في واحد ويساوي واحد سنتيمتر مكعب. اذا فالحجم كان عنوبي هاد الفراغ اللي لدينا بهاد المكعب. يعني في هاد الحيز اللي ممكن اه انا ملقو به اه واحد سائل بهاد الفراغ. اذا لملق علباتين مكعباتين قياسه طولي حرفها واحد ديسيمتر استخدمنا المكعب واحد سنتيمتر اه مكعب كوحدة لقياس الحجم هاد المكعب الصغير. ولاحظوا واجيبوا عما يلي. الف ما عددوا المكعبات في كل صف دان فكل صف يعني هاد صف وهاد صف وكذلك هاد الصف. دان وغد نحسبوهم. دان نحسب بكل صف كم من مكعب اذا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. كذلك واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. كذلك بهذا الصف واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. هنا اكتب عدد المكعبات بكل صف هو عشرة مكعبات. ثم بالنسبة الباء. ما هو او ما عدد المكعبات لازمة لتكوين طبقتين. اذا في طبقة. هذه هي طبقة وحيدة. اذا في عدد طبقات او عدد مكعبات بالطبقة الوحيدة. نعد نا عشرة ثم مضربة في عشرة وتساوي مئة. نكتب عدد المكعبات بكل طبقة وهو عشرة مضربة في عشرة وتساوي مئة مكعب. ثم باء معدد المكعبات لازمة لتكوين الطبقة. دان ادنا طبقة. دان فيتزمنا واحد مضربة في عشرة وهو عشرة طبقات. دان نكتب عدد الطبقات اللازمة لملء العلبة وهي عشرة اي عشرة طبقات. ثم بالنسبة لدان. مع عدد المكعبات واحد سنتيمتر مكعب في علبتين او في علبة واحد ديسيمتر مكعب. دان فبالنسبة لطبقة الاولى اه وجدنا مئة علبة. دان فمئة موجودة بالطبقة الواحدة. قلنا يلزمنا اه عشر طبقات. اذا عشرة عفوا ام مئة مضربة في عشرة. لانو نكتب عدد مكعبات واحد سنتيمتر مكعب في علبة واحد ديسيمتر مكعب. هو مئة علبة مضربة في عشرة وتساوي الف علبة. عفوا ليسا علبة وانما مكعب صغير. ثم بنسبة آآ لها اكملوا واحد ديسيمتر مكعب. كم يساوي من سنتيمتر مكعب. دان فواحد ديسيمتر مكعب وجدنا كيساوي هو الف سنتيمتر مكعب دان نضع الف سنتيمتر مكعب. ثم نمر التمرير رقم ثلاثة ولاحظوا وضع الصناديق بالحاوياتي. الف اكتبوا عدد صناديق في كل صفين. نحسبوا عدد صناديق بكل صف. اذا فبالطول هناك اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. ونكتب عدد صناديق بكل صف. ايه بالطول هنا سبعة صناديق. وبالعرض هنا واحد اتنين ثلاثة. نكتب ثلاث صناديق. اذا فعدنا اه عدد الصناديق بالصف على الطول لدينا سبعة وعدد صناديق بالصف اللي هو عند العرض هو ثلاث صناديق. بالنسبة للصندوق فالحجم دياله هو واحد متر مكعب لان حرف هاد المكعب هو واحد متر. بما عددوا الصناديق بكل طبقتي. اذا فعدنا بالطبقة قلنا في الطول ادنا سبعة وبالعرض ادنا ثلاثة اذا فعدد الصناديق بالطبقة الواحدة هو سبعة مضربة في ثلاثة يساوي واحد وعشرون. اذا فعدنا واحد وعشرون صندوق. اذا ونكتب عدد صناديق بكل طبقة وهو سبعة مضربة في ثلاثة يساوي واحد وعشرون صندوقا. ثم جيم مع عدد الطبقات. اذا عدد طبقة كما قال له هذا وعدنا واحد اتنين تلاتة ونكتوب بعدد الطبقات هو تلاتة ثم دان ما عدد الصناديق في الحاويات دان فعدد الصناديق بالحاوية عدنا بالطبقة الاولى وجدنا واحد وعشرون صندوق وعدنا تلات طبقات اذا فواحد وعشرون مضروبة في تلاتة يساوي تلاتة وستون صندوقا بالنسبة لها باعتبار الصندوق في وحدة لقياس الحجم ما حجم الحاوية بالوحدة متر مكعب دان كيف ما شفنا بان حجم الصندوق الواحد هو واحد متر مكعب وعدنا تلاتة وستون صندوقا اذا في حجم الحاوية بالمتر مكعب هو تلاتة وستون متر مكعب ثم نمر التمرين أربعة أفرغنا قنينة ممنوئة ماء قياس سعتها واحد لتر في إناء على شكل مكعب حرفه الداخلي واحد دي سيمتر فامتلأ الإناء بأتمه ماء دان كما تلاحظوا هذه التجريبة وقنينة هاد قنينة سعتها واحد لتر دان فهد سني هاد القنينة عفوا افرغت في هاد المكعب لحرفه الداخلي واحد دي سيمتر دان فالحجم ديال هاد الإناء هو واحد دي سيمتر مكعب دان فالسؤال ألف ما قياسه سعة الإناء بالدي سيمتر مكعب دان فقلنا سعة دياله هو واحد مضربة في واحد مضربة في واحد وسوي واحد دي سيمتر مكعب دان نكتب قياس سعة المكعب هو واحد دي سيمتر مكعب قلنا قياس سعة مكعب هي واحد دي سيمتر مكعب ثم بق ما ما قياس سعة الإناء بالليتر اكتب او اكتب وعفوا ما يعبروا عن ذلك اذا آآ فالملاحظ انه آآ سعة الماء هي واحد لتر اللي فرغناها بهذا المكعب يمتلقى عن آخره اذا فسعة هاد الإناء بالليتر هي واحد لتر. دان نكتب قياس سعة الإناء بالليتر هو واحد لتر. دان انا اكتب ما يعبر عن ذلك ما يعبر عن ذلك وواحد دي سيمتر مكعب يساوي واحد لتر. دان لاستنتجنا من اثنان 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 اربعة واحد دي سيمتر مكعب كيساوي الف سنتيمتر مكعب وواحد دي سيمتر مكعب كيساوي واحد لتر. جيم كم نحتاجه من إناء مملوء ماء لملقي سطلين قياس سعتي عشرة لترات. دان فهد الاناء هو طبعا هاد المكعب لسعة دياله واحد لتر او واحد دي سيمتر مكعب. دان بما انه سعة آآ او الانية اللي غا نحتاجها سع ديالها هي واحد لتر او واحد دي سيمتر مكعب. اذا فنحتاج عشر عشر اوانين. ونكتب نحتاج عشر اوانين. قياس سعة كل واحد منها واحد دي سيمتر مكعب. لملق السطل بالماء. قياس سعتي عشر لترات. ثم المرور التمرين خمسة. لدينا وعاء قياس سعته. ستة فاصل خمسة دي سيمتر مكعب. نريد ان نصب فيه قنينات مملؤة زيتا قياس سعة كل واحدة او كل واحد كل منها على التوالي هي. الف وسبعمائة وخمسون سنتيمتر مكعب. واحد فاصلة خمسة لتر واحد دي سيمتر مكعب. واثنان فاصل اثنان واثون فاصلة خمسة دي سيليتر. دان هادي نحتاجه انا نحوله كل هاد الساعات بالدي سيمتر مكعب. ونجمع ما بين هاد ساعات نقارنها بستة فاصلة خمسة دي سيمتر مكعب. هي ساعة هاد الوعاء. ثم نجيب عن السؤال هو هل يكفي ما بهذه القنينات من زيت لملء هذا الوعاء. ادن اول حاجة غد نحوله الف وسبعمائة وخمسون سنتيمتر مكعب. ادن فسبق اللي نعرفنا ان واحد دي سيمتر مكعب كيساوي لنا الف سنتيمتر مكعب. ادن فقد نحوله هنوجده واحد فاصلة سبعمائة وخمسونة دي سيمتر مكعب. ثم واحد فاصلة خمسة لتر تساوي واحد فاصلة خمسة دي سيمتر مكعب لان كذلك وجدنا من خلال آآ تمرين اربعة انه واحد لتر كيساوي واحد دي سيمتر مكعب. واحد مكعب. نحولها دي سيمتر مكعب. ثم اثنان وعشرون فاصلة خمسة دي سي لتر. نحولوها بالليتر اولا. دن فا ادن دي سي لتر. ثم اللي تساوي اثنين فاصلة خمسة وعشرونه لترا. وتساوي كذلك. اتنين فاصلة خمسة وعشرون. وين? خمسة وعشرون دي سيمتر مكعب. اذا في هادهما الساعات كلها بالدي سيمتر مكعب. اذا هاد نجمعوا هاد الساعات هادنا واحد فاصلة سبعمية او خمسون او خمسة وسبعون زائد واحد فاصلة خمسة زائد اتنين فاصلة خمسة وعشرون زائد واحد دي سيمتر. اذا فالمجموع هو ستة فاصلة خمسة دي سيمتر مكعب. اذا فساعات القنينات تكفي لملء الوعاء باكمله. ونكتب ساعات القنينات. تكفي. الملء الوعاء باكمله. لانا وجدنا ساعة القنينات كتساوي ساعة هاد الوعاء اللي هي خمسة عفوانك ستة فاصلة خمسة دي سيمتر مكعب. موسيقى